السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر رضا البيومي من قناة انجليز اولاين. اهلا بكم حبيبي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي بازن الله النهاردة هنبدأ مع بعض اولى حلقات حل كتاب جم الخاص بالترم التاني. وهنبدأ النهاردة بحل الاسئلة الخاصة تحديدا الاسئلة الخاصة بالدرس الاول والثاني من هنبدأ كده الاول اشتار بحل الاسئلة الخاصة بالكلمات واللي جاي على المفردات. وبفكرك بس في الاول لو بتشاهدنا الاول مرة انزل اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس واختار الكل عشان يوصل لك اشعار بفيديوهات الفترة القادمة. كمان ما تنساش تدعمنا بلايك وتعليق لو عجبك الفيديو. يلا كده نشوف مع بعض اول سؤال. number one هنا بقول let's go on the big wheel at that. this weekend. طبعا ديت اللي هي العاجلة الكبيرة بتابع موجودة فين? طبعا بتكون موجودة في الملاهي. والملاهي طبعا اللي هو. number two. I loved the fish. يعني بقول انا حبيت السمكة او السمك. but I didn't see any whales at that. ولكن ما شفتش اي ويلز. وكلمة طبعا اللي هو الحيتان. طب السمك وحتان. الكلام ده احنا بنشوفه فين? برافو طبعا بنشوفه فيه اللي هو معرض الاحياء المائية. مهم جدا تبقى عارف معنى الاربع كلمات دول. وتبقى عارف بتستخدمه امتى? قلنا ده اللي هو الملاهي. آآ ميوزيوم طبعا المتحف. ده خاص بالسمك والكلام ده بقى معرض الاحياء المائية. ده خاص بالكواكب والنجوم. ومن خلاله بنشوف حركة النجوم والكواكب اللي هو مبنى القبة السماوية. number three بقول it was great at that. يعني الامريكان رائع فين? بقول my team one two آآ نيل. وطبعا هنا نيل بتتقال نيل او زيرو. بس فيه المتشاط وكده ومتشاط القرى بيقولوها ايه? نيل. طيب. يبقى فريق فريق فازة تنين صفر? فريق فازة تنين صفر فين? يبقى اكيد فازة تنين صفر فيه الاستاديام. اللي هو الاستاد. اللي هو فوتبول استاديام. number four. بولوي دسايدت تو بلاي باسكتبول اد ذا سبورتس. يعني قررنا نلعب كرة السلة في ايه بقى? وهنا سبورتس جاب معنا رياضي. يبقى قررنا ان احنا نلعب فيه اللي ايه? سبورتس سنتر اللي هو المركز الرياضي. اما هنا بقول شي موفت to the school. وبعد كده to eat. عشان تاكل. هتاكل فين? هتاكل في الكانتين. كانتين المدرسة. اللي هو بنقول عليه school canteen. he usually. خد بالك ان usually من علامات ال present simple زي ما قلنا قبل كده في الترمي الاول لما شرحنا المدرع البسيط. فانا بقول he usually. بعد كده a haircut twice a month. بيختبرني هنا في الفعل اشطر اللي بيجي مع كلمة haircut اللي هي قصة شعر. وطبعا بيجي معها فعلين. الفعل اللي احنا كنا واخدينه في الابتدائي اللي هو get. كنا اقول get a haircut. لكن انك تبع عارف بردن وممكن يجي معها الفعل have. have a haircut او طبعا has a haircut لما يكون معايا هي او شي او it. يبقى احنا هنا بنختار ايه? بنختار has. طبعا انا مش حابب ان انا حل وخلاص. لا انا بحاول ان انا وضح لك السؤال بحيس حتى لو انت مش مذاكر اصلا هتقدر تفهم حل الاسئلة كويس جدا. طيب هنا بقول my sister حبيبة. always helps my mother. يبقى اختي حبيبة هي دايما بتساعد امي. وبعد كده the house work. والhouse work اللي هو شغل البيت يعني. تنظيف بقى الكامدة. يبقى عندي الاختيار هنا هيكون قائم على الحرف الجار اللي بيجي مع الفعل help. فhelp بيجي مع الفعل حرف الجاري ايه? معناه يساعد ايه? في. السنة اللي فاتت. عميته هدى او خالته هدى تنفع الاتنين. الى منزل جديد. عندنا فعل جديد السنة دي مهم جدا. اسمه ينتقل للحياة في مكان اخر او ينتقل الى. ينتقل الى دي اسمها move to. ولكن هنا الكلام في الماضي عشان لست. فخليها لماضي وقال لي هنا تبقى moved. يبقى انتقل الى الحياة في منزل جديد. انا عادة بشعر. اجزام اللي هو الامتحان بتحس بيه? بليه الامتحان? طبعا بحس بقى بيخوف وتوتر وعصبية وكده. وطبعا توتر وعصبية يعني يعني نيرفوس. اما هنا في number ten. I had a weekend it was a lot of fun. يبقى بيقول لك ان الموضوع ده كان ممتع جدا او الاجازة دي عطلة الازبودة كانت رائعة جدا وممتعة. يبقى اكيد احنا هنوصفها بحاجة كويسة. طبعا ما نفعش بقى نصفها ان هي terrible حاجة فضيعة وسيئة جدا او bad او مسلا او صفها ان هي born يعني مملة. لا اكيد انا هوصفها ان هي fantastic يعني رائعة. بعد كده يقول اي was born on اه اه 29th february. طبعا انا اتولدت في ال 29 من شهر فبراير. في الجمهة التانية يبقى اي have a وبعد كده once every four years. يعني بعمل ايه كل اربع سنوات. يبقى اكيد هنا هيوصد ان هو بيعمل عيد ميلاد. وعيد ميلاد طبعا اللي هو ايه? birthday. لكن طبعا مش هينفع ان هو يقول اه present هنا يعني اه اه هدية ولا يعني جائزة ولا اللي هو محل الميلاد او المكان اللي انت اتولدت فيه. طيب. يعني انا اخدت ساعتين او استغرقت ساعتين. بعد كده خدنا فيه الشرح ديات وقلنا ان الفعل اللي هو او سواء ماضي بيجي بعده فترة زمنية وهنا بقى اولاد والمصدر. والمصدر. يبقى بالتاني هنا المصدر يبقى اختار ايه? الصفحة اللي قدامنا دي بقى خاصة بي خاصة بي اللي هي التمانين اللي جاية على الشرح. والشرح بتاعنا كان بيتكلم طبعا عن الماضي البسيط. وانا شرحته لك بالتفصيل على السابورة. ولو اعاوز الفيديو ده انزل في الوصف الاسفل الفيديو هتلى اللينكات اللي هتوصلك للكلم ده. تعال كده نشوف اول سؤال معنا من اسئلة بقول هنا انا قبلت. الكلام في الماضي. ومديني هنا التاريخ اللي هو لا في الحالة دي بقى احنا قلنا في الشرح ان من علامات الماضي انه هو يجيب لي سنة ماضية. وابلاء حرف الجر ان. يبقى ان وسنة ماضية. ده يبقى ماضي بسيط. من علامات الماضي. وبالتالي هاسأل باستخدام يا اما لان دول كلمات الماضية. هتبص هنا هتلاقي في فعل في المصدر. والفعل في المصدر عطولي خليك تختار ايه? قمال ام تستخدم يا مصدر? برضو شرحت ده. قلت اخي انت بتستخدم لما يكون عندي حاجة زي اسم او وظيفة او حرف جر مكان او صفة. لكن لو في فعل في المصدر زي ده اشتر استخدم بعد كده في نمبر ثري بولي يعني مساء السبت. ذهبنا للسباحة. طيب انت بتقول هنا هستخدم اجو? لا ده اجو المفروض بتيجي في اخر وقبلها مدة زمنية. عندما? ولا ولا طبعا هي يبقى لي يعني في مساء السبت الماضي. يبقى احنا محتاجين كلمة الماضي. طيب بيقول لي ان عام مجدي اشتري عربية جديدة منزو عاوز اقول كده منزو اسابيع قليلة. طب اللي بتيجي في اخر الجملة وقبلها مدة زمنية هي ايه? اجو. يبقى اجو بتيجي في الاخر وقبلها المدة الزمنية وقادي المدة الزمنية. طب هي ما تنفعش تيجي في الاول. هو لك هو الفكرة ان انت لو اجيبها في الاول هتاخد كده وهتبدأ بالجملة وتقول ايه? وتحط بعدها قمى وتبدأ بالجملة عادي وتكمل عادي. طيب نمبر فايف هتبدأ بديد ولا دو ولا ار ولا وير. بولي يو سي اه اه جودز نيو درس. ياسر دي ياسر دي في السؤال يبقى الكلام في الماضي. هبص على وير. يا دد. نفسي كلام هنا لقيت فعله في المنزل اللي هو اسيه يبقى خلاص هستخدم دد. دد يو سي. هل رأيت او شفت. نمبر سيكس بول ويوان تو كمال زا هاوس. احنا زهبنا الى منزل كمال. بط هي ولكن هو يبقى اتوم. يبقى انا زي روحنا بيت اه اللي هو كمال ده. ولكنه. يبقى ولكنه لم يكن في البيت ما كانش في البيت. الكلام في الماضي عشان هنا ماضي. يبقى انا هركز على او طيب اختار دي ولا دي يا مصدر? هختار هنا. السبب هنا اولاد هو ان احنا محتاجين معاها لفعل في المصدر. وتيجي تبص علاقاتهم ده مش فعل في المصدر ده 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 حرف جر ومكان وانا قلت الحرف الجر والمكان من ضمن الحاجات اللي بتيجي مع وبتالي هنستخدم وزنت عشان اقول لم يكن في البيت. بعد كده كان فيلم ممتع ومضحك ومسلي ولكن لا احد. ما كانش ولا واحد. ايه? عارز اقول ده كان فيلم هو ايه? مضحك. ولكن ولا واحد ضحك. يبقى الكلام هنا فين? في الماضي ومثبت يبقى استخدم ايه? واحدة يقول لي تب ليه ما استخدمش هقول لك لان اصلا دي لوحدها اولاد هي منفية. فبالتالي بما ان هي الكلمة منفية انا مش محتاج لنفي معها كمان. هي منفية لوحدها. ومعناها لا احد. ايت. بل اتبدا هنا باي? ار? دو دد اه او وير? بل اه او ايه او اميزيوم لاست نايت. طب لاصلة موجودة يبقى الكلام في الماضي هركز على دد او على وير عشان دول حاجات تبع المضارع. هتبص هنا هتلاقي في حرف جر ومكان ودي من استخدمات ايه? يبقى يبقى سواري ايه يو ويل. يبقى بقول لك انا اسف. اكيد مش هقول لك انا اسف انا اسمعتك بشكل كويس. يبقى بالتالي اللي هستخدم الايه? مش هستخدم المثبت عن متى. انا عاوز اقول لك انا اسف انا ما اسمعتكشي بشكل كويس. وبالتالي الجملة لازمة تكون منفية. ومنفية في الماضي. يبقى نمبر تو وسؤال التصحيح الخطأ. يلا بنا كده من صحيح الكلمة المجدود تحت خط. ونمبر بيقول يعني حصة الانجليزي الماضية كانت. طيب مش احنا اتفقنا ان اجو بتيجي في اخر الجملة وقبلها المدة الزمنية لان ده هنا جايب بعدها المدة الزمنية. يبقى ناشيل اللي هي وحطها قبلها ويبقى التصحيح يعني منزو ساعة. يعني العام الماضي. لأ انت بتقول العام الماضي موجودة يبقى خليها في ديت تبقى ماضي وخليها يبقى قضيت ايه اجازة فين في باريس. لأ انت بتقول لي احنا ما عدناش للبيت او ما وصلناش للبيت حتى وقت المتأخر جدا من الليل. بالكلام في الماضي في ديت تايت يبقى لازم انت خليلي ديت بحاجة بشبيهة لها بس خاصة بالماضي بقى اللي هي عشان اقول الليلة الماضية. لكن معناها التالي او القادم من علامات المستقبل. لأ احنا اتفقنا ان او حتى كمان لما بجابة السؤال بس استخدم مصدر الفعل. وبالتالي بعد هنا هنستخدم مصدر اللي هو بلاي. يقول لك انا او هم هم لم يلعبوا بشكل كويس بالامس. five that children didn't happy last night. طب ليه ديت انت ما تنفعشي رغم اني لست موجودة. ماشي اوكي. بس هي محتاجة بعدها الفعل في المصدر. وده مش مصدر ده. ده ده الصفة. واحنا قلنا الصفة الاسم حرف الجر والمكان. وكمان وظيفة. الحاجات ده كلها بتيجي مع عمين مع. يبقى احنا هنستخدم هنا يا وزنت يا ورنت عشان اخليها منفية زي ما هي. هنا اسم الجمع اللي هو الاطفال يبقى هننفي هنا بايه? بي ورنت. اما هنا في number six. did they add the aquarium? نفس الكلام بالزبط. did ما تنفعشي. لان انا ما عنديش مصدر هنا. انا عندي حرف ومكان. وده من استخدام وز او ور. يبقى احنا هنسأل هنا تحتي ده عشان دي بتاخد ور. ونبدأ هنا بحرف ومعناها طبعا ايه? هل كانوا في المعرض الاحياء المائية? طبعا ده الجزء بقى اللي هو خاص بمهارة اللي هو بيعلمني ازاي اسأل سؤال وازاي اجاوب. فسريعا كده عشان هنستخدم الكلام ده في حل الديالوج. بقول هنا when did you have breakfast? متى تناولت فطارك? مهم جدا انت بعارف ازاي تسأل سؤال ازاي كده. هيقول لك I had my breakfast. ويقول لي بقى هو تناول الفطار امتى? this morning يعني هذا الصباح او يقول لي مسلا اي expression تاني او يقول لي حتى الساعة. ممكن يقول at seven. at seven o'clock مسلا. where did you go last weekend? يعني انا كده عاوز اعرف مكان. بقول له اين ذهبت? عطلة الاسبوع الماضية. هيقول لك I went to the museum. انا ذهبت الى الميزيوم. طبعا يا ولاد ممكن اشيل هنا المكان. اقول له اي مكان براحتي. ممكن اقول هنا زي ما هو كاتب I went to the museum. انا ممكن اغير بقول I went to the aquarium. ممكن اقول I went to the planetarium وهكذا. براحتك. when did you meet your best friend? مدى قابلت صديقك المفضل? هيقول لك I met my best friend. ويحطو لك الوقت. ممكن يقول مثلا yesterday. last week. two hours ago. منزو ساعتين. تجيب في الاخر اهو قبلها المدة. آآ when was dina's birthday? طب ليه هنا عمال يسأل ب did did did? ايش معنى اخيرة امحاطة was? اقول لك عشان اللي جاي بعض وز هنا ده اسم. ويقول لك عيد ميلاد دينا. واحنا اتفقنا ان did did يجي معاه فعل في المصدر. لو ركزت هنا هتلاقي did جاي معاه فعل في المصدر اللي هو ميت. did هنا جاي معاه فعل في المصدر اللي هو go. و did برضو هنا جاي معاه فعل في المصدر اللي هو ايه? لكن هنا was مستخدمة هنا عشان ده اسم حاجة. يبقى متى كان عيد ميلاد دينا. هيقول لك كان في شهر اكتوبر. طبعا انت عارف ان الشهور وفصول السنة اللي هي زي بيجي معها اما ايام الاسبوع بيجي معها ايه. والسنوات زي السنة مسلا اي سنة ماضية زي آآ آآ فايف مسلا الفين وخمسة. السنوات اللي زي كده بيجي معاه حرف الجر. طب الوحاد سنة ما بين سلوى ودعاء. فسلوى بتقول ليدعاء. hi دعاء. how was your weekend? كيف كانت عطلة الاسبوع بتاعتك? قالت لها it. وبعد كده great. يبقى عاوز اتولها انها كانت رائعة. احنا هنا نستخدم was برضو. عارفين ليه? عشان صفة. واحنا عاوزنا نوصف في الماضي. احنا بحط قبل الصفة was aware was عشان it. يبقى كانت رائعة what? وبعد كده do last weekend. طب last هنا في الماضي. يبقى السؤال ده? هسأله في الماضي. طيب هنستخدم هنا did ولا was ولا where? بص على فعل الاجابة. لو لقيت فعل الاجابة في الماضي وانت مغمض بنستخدم did. انما ما بستخدمش ايه? هنستخدمش قلت اه 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 لما يكون ما عنديش فعل في الماضي بيكون عندي الحالات التانية زي قلنا الصفة وحرف الجر والمكان والكام ده. بتقرر الكام ده عشان تحفظه اه ويزبط في زهنك وكده. طيب هنستخدم هنا بقى فاعل بقى يعني هي ولا يو ولا زي ولا وي ولا كامده. هتبص هنا في الاجابة عندي ايه? اي. واي بتكون في السؤال يو. يا با what did you do last weekend? قالك I went to the fun fair. زهبت للملاهي. with my cousin مع ابن عم. او خليها مسلا بنت عمي عشان هي منت. we had a great time. يعني قضينا وقت ايه? وقت رائع. هنسأل هنا بقى سؤال تكملته you go there. قالت at about eight a.m. حوالي وتقريبا ساعة امانية الصبح. يبقى احنا هنا بنسأل عن ايه? عن المعاد اللي راحوا فيه. ومما ان احنا هنا بنسأل عن المعاد فاحنا قدامنا. يا اما اسأل هنا ب when يا اما ب what time? when or what time? الاتنين بس تردم ايه? عشان اسأل بهم عن الوقت. طيب. when? ما ينفعش when you. اما احتاج هنا لفعل مساعد. برضو. طيب هتستخدم هنا ايه? هستخدم هنا برضو ايه? did. ليه? عشان عندي فعل في المصدر. يبقى when did you go there? متى ازهبت ايه هناك? فالسلوى هنا قالت لها fantastic. how was the weather? كيف كان الطقس? الجو كان عامل ايه? قالت لها it was وهتوصف الجو. ممكن بقى تقول مسأة ايه? it was wonderful. ممكن نقول نواقع رائع. او it was nice. يعني ايه? لطيفا. فخلينا نقول ايه? nice كصفة سهلة. طيب بعد كده هنا اه so what was the best thing about the trip? طيب اه اه ازن بقى ما افضل شيء اه بخصوص الرحلة. كان افضل شيء في الرحلة ايه? عدت لها wow وهتبدأ تقول لها ايه افضل شيء? ايه وبعد كده في العجلة او العجلة الكبيرة. يبقى عاوزة تقول لها انا على العجلة الكبيرة وبالتالي استردم الفعل بس استردمه في الماضي. عشان الكلام طبعا في الماضي. اي رود. انا ركبت. تعالوا بعد دلوقتي مع بعض هنحل الجنرال التمريني العامة اللي هي على لسنز وان ان تو. الكلام ده طبعا من كتاب جم للتأكيد. معنا الصفحة ديت من اول بيج توينتي فور اربعة وعشرين. هنبدأ برضو كده بسؤال الدالج ما بين يارا ويمنى. ويبقى فكرك ما تنساش لو عاجبك الفيديو مستفد منه. انزل دوس لايك للفيديو ودعمنا كمان بتعليق. ويعملين اشير كده على صفحات التعليمية الخاصة بالفيسبوك. فانا يارا ويمنى. يارا بتقول لها انا سمعت ان انت انتقلتي الى مكان اخر. رحت تعيش في مكان تاني. قلت لها ياس. احنا انتقلنا الى القاهرة الجديدة. فقلت لها دي دي يو. وسألتها بقى سؤال. قلت لها ياس. نعم احنا اشترينا بالجديد الشهر اللي فات. يبقى عاوز تقول الله هل اشتريته بالجديد? يبقى تقول لها ايه? دي يو. وي طبعا هستخدم هنا باي اشتري. واحدة اقول لي هو ما نفعش استخدمها بوت. هيقول لك لا ما اخد بالك لان ديت بيجي معها المصدر ما نفعش ياسبها او احطها بوت ماضي. يبقى اقول لك دي دي يو باي. انيو هاوس. هل اشتريته منزل الجديد? قالت او احنا اشترينا بالجديد الشهر الماضي. طيب تعال بعد كده. لماذا? وبعد كده. حاوزت تقول لها انت لوي غادرته بيتكو الجديد? سبتوا بيتكو القديم ليه? يبقى هنا هنسأل هنا بواي ايه? محتاج لفعل المساعد يا اولاد هنا. طيب بعد الفعل المساعد دي دي الكلام ده لازم تستخدم الفعل. والفعل هنا اللي هو هيبقى يو عشان هي بتوجه الكلام اللي يومنا اللي وقفة قدامها. اه ليف يولد هاوس. طيب قالت ايه بقى لانه بتتكلم هنا على البيت ات هنا عيدة على البيت القديم. لان لانه كان الى حد ما صغير. اللي هو يبقى بالتالي كان يبقى الكلام في الماضي يبقى استخدم موز. ليه استخدم موز هنا عشان ديت ايه? عبارة عن صفة والصفة قلنا من ضمن الحاجات اللي بتجي معاوز. وير. اه did your neighbors help you there? هل جرانكم? جران. هل جرانكم ساعدوكم هناك? قالت yes they وبعد كده friendly and helpful. يبقى ودودين ومفيدين ومساعدين لنا. يبقى دي الصفات. والصفات برضو بيجي معاوز. بس هنا المرة دي نستخدم وير. عشان الفعل هنا ايه? ذاي. عادت لها great. I'd love to see your new house. اود ان ارى منزلكم الجديد. عادت لها you can بعد كده at any time you want في اي وقت انت عاوزاي. يبقى تقدر هنا تقول لها تقدر تتيجي تأتي في اي وقت ويأتي يعني come. يبقى you can come at any time you want. نيجي بعد كده number two واسؤالي choose number one بيقول yesterday was fantastic. مبارح او الامس كان يوم رائع. I بعد كده a football match for محمد صلاح. طب انت بتقول مباراة كورو القدم يبقى اكيد مباراة كورو القدم دي انت هتتفرج عليها هتشاهدها ويشاهد طبعا يعني watch it. يبقى شاهدت مباراة كورو القدم لمحمد صلاح. we can see lots of statues in that. يعني بنشوف تماثيل كتير فين? وان التماثيل والكلام ده يبقى ده على طول المتحف اللي هو museum. I بعد كده اه حصة رياضيات بالامس. يبقى كلام هنا في الماضي. طيب حصة الرياضيات والحصة في المدرسة دي بيجي معها الفعل ايه? have. have او has. بس احنا بنحكي في الماضي بنقول yesterday فجيب الماضي بتاع هازي وهو اللي هو ايه? had. يعني معناها ان انا كان عند حصة يعني. طيب هنا بقول it وبعد كده ten minutes to walk to school. طيب ايه بقى اللي احنا شرحناه في اول فيديو كده قلنا بيجي بعدها مدة زمنية فترة هيت اللي هي عشر دقايق وبعد كده two المصدر. برافو عليك اللي هو الفعل take. و take هنا بيكون معناها يستارك او تستارك. فعنستخدم هنا طبعا ايه? I went to my new school. انا ذهبت المدرسة الجديدة. I was quiet. انا كنت الى حد ما. وكنت الى حد ما ايه? بقول I didn't know anyone there. ما كنت اعرف اي واحد خالص هناك. يبقى انا اكيد كنت ايه? كنت متوتر وعصبي. ومتوتر وعصبي طبعا هو nervous. لكن مش هقول انا كنت سايق. الى حد ما ولا سعيد ولا جيد. most children are. معظم الاطفال بيكونوا ايه? او are of the dark. وكلمة dark اللي هو الظلام. يبقى معظم الاطفال بيخافوا من الظلام. وخائف طبعا يعني frightened. او afraid. ولكن هنا جاب لي frightened بس. ولكن هنا pleased. هي نفس المعنى بتاع happy. معناها مسرور وسعيد. وسعيد طبعا يعني حزين. آآ we went to the sports. يعني احنا ذهبنا الى sports ايه? to play tennis. خدناه وعارفينه في الكلمات اللي هي الكلمات الحافظ اللي هو قلنا المركز الرياضي اللي هو اخر بقى صفحة معنا في فيديو النهاردة تكملت اللي تشوز وبعد جاء تصحيح الاختيار او تصحيح الخطأ سوري وبعد كده آآ هنحل او هنشوف مع بعض اللي هو بالكلام عن زيارة للمتحف. فتابعنا كده الاخر الفيديو. تعالى كده هلنا نشوف مع بعض نومبر ايت هنا بقول آآ ميوزيك لاست نايت. طيب اللي هنا انت بتقول لي لاست نايت الليلة الماضية يبقى كلامي في الماضي فاختاري الفعل الماضي ويبقى معنى الجملة اللي انا استمعت الى الموسيقى ليلة امس يبقى listened. we moved to this house وباديني هنا سنة ماضية قلنا بما ان الكلام في الماضي يبقى من علامات الماضي ان ووراها سنة ماضية والتاريخ قلنا بيجي معي آآ يعني متى عائلة آآ ليلى وبعد كده مع وجود بستخدم هنا الفعل في الصيغة المصدر والمصدر هنا يشتر اللي هو ايه ضوء يبقى متى ذهبوا عائلة ايه آآ ليلى الى المطعم. هما سؤال تصحيح الخطأ هنا بقول I meet my best friend last Monday. من علامات الماضي فاخلي meet تبقى ماضي واخليها بقي واحدة وتنطق مت. قابلت صديقي المفضل. how did your day at school yesterday? طب هنا لما تجيب ببص على اللي جاي بعد did مش مصدر هو احنا قلنا من استخداماتها يجي بعدها فاعل وبعد كده الفعل في المصدر. ده مش مصدر ده اسم. واللي بيجي مع الاسم هو ونستخدم هنا عشان ده اسم مفرم بقول لك يومك. يبقى كيف كان يومك. وكان يبقى اوز اول. هتجي ببص هنا الكلام في الماضي. يبقى استخدم هنا started. عشان اقول لك بدأ شوف بقى استؤالة اللي جاي لك ده بقى. واحدة يقول لي طب ليه مصدر هنا ما خليش start مصدر? انت مش قلت ان did بيجي معها الفعل في المصدر. فالمفروض ان تخليها start. قول لك لا اخد بالك. هي did هنا already جي معها الفعل في المصدر اللي هو مين? يبقى did جي معها فعل في المصدر هو صح? من اول هنا بقى دي بداية جملة جديدة يعني هنا وان جاية كرابط. واللي جاي بعدها دي جملة جديدة. فالجملة الجديدة ديت يبقى لها زمن بعيد عن did خالص ما ليهوش دعوة باب did هو هنا الكلام في الماضي فهخلي started تبقى فعل ماضي. لكن هنا started مش جاي تابع لمين ل did. طيب نجي بعد كده مونا saw a nice film next night. حلنا حاجة شبهها كده قلنا هنا saw يعني رقط فيلم آآ آآ رائع يبقى الكلام في الماضي ما خليش next اللي يتابع عن المستقبل دي موجودة هنا. يبقى نخلاقي last. يبقى last night الليلة الماضية. اخر سؤال بقى معنا وتعالوا كده نشوف ازاي كتبنا paragraph كده بمنتهى السهولة وبتعبيرات سهلة جدا. وفها حاجات كتير او من سنة ستة اللي هو بعنوان a visit to the museum زيارة للمتحف. كان عندنا السنة اللي فاتت اه درس كده ومحادسة عن المتحف المصري لو فاكرين يعني في سنة ستة. فانا مستخدم تعبيرات كتير او اتذكرت في المحادسة ديت عشان حتى تبقى المذاكرة الparagraph يكون سهلة عليك. تبقى حاجات انت اه اسمعتها قبل كده. visit to the museum زيارة المتحف. بقولك هنا في البداية كده last weekend عطلة الاسبوع الماضية وحط بعدها كما طالما حط بعدها جملة كاملة. عطلة الاسبوع الماضية I went to the museum in Cairo. رحت وزهبت الى المتحف القاهرة. I went there with my family. بعرفك انا رحت هناك مع مين? انا ذهبت هناك مع اسرتي. We went there by car. ذهبنا الى هناك بيء العربية. لو انت عاوز تقول بعربية والدي مش هينفع استخدم. باي ساعدت اقول ايه? in my father's car. بعد كده بعرفك هو بيفتح امتى? فبقولك it is open daily يعني هو بيبقى مفتوح يوميا. واحدة يقول لي احنا هنا استخدمنا ماضي واستخدمنا هنا ازا. ولقى عشان دي جملة حقيقة. هو حقيقة فعلا ان هو بيبقى مفتوح يوميا. فالجمل اللي هي خاصة بوصفة حاجة حقيقية ووقعية استخدم مدارع بسيط ما تستخدمش ماضي. يبقى it is open daily بعد كده بقولك it is open from عرفك بيفتح من امتى لامتى بقى? it is open from nine ام to seven pm. من تسعة صباحا الى سبع مساء. بعد كده عرفك اللي هو اسعار التزاكر. زي ما جات في المحادثة برضو. it is two pounds for ايجيبشنز. اتنين جنيه ليه المصريين? and twenty pounds for foreigners. وعشرين جنيه للايه للاجانب. لو انت زودت يا عم مش مشكلة عادي يعني. طيب نجي بعد كده children under five are free. الاطفال تحت خمس سنين مجاني. تعال بقى نشوف بقى ايه اللي انا شفته هناك. we saw a lot of ancient statues there. يعني شفنا كثير من التماثيل القديمة والاثرية هناك. والذير ديت عايد على مين? كل ما اقولك there there. يبقى عايد على المتحف نفسه. it is an interesting place. مكان ممتع وشيق. وات هنا عايد على المتحف. a lot of people. ناس كتير اوي او كثير من الناس. like to visit it. بيحبوا ان هم ايه يزوروا. we found a lot of uh tourists there. برضو وجدنا كثير من الاجانب والسياح هناك. i spoke to them in english. يعني اتكلمت معاهم باللغة الانجليزية. واللغات بيجاب لها in. we entered the mommy rooms. دخلنا غرف المومية. اه اه اي توق. انا التقط. اي توق many selfies there. التقط صور selfie كتير. عاوز تشيل هنا selfies وتحطها pictures او photos. ما فيش مشكلة. بعد كده بقول هنا اه it was a very nice day. بيوصف اليوم بقى ان هو كان يوم لطيف ورائع. وفي الاخر بيتمنى امنية كده بقول we can go there again very soon. اتمنى ان احنا نزل بينك مرة تانية قريبا جدا. وبكده هنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى ان انا اكون لبيت رغبتك وحلت لك الحاجة اللي انت محتاجها. ما تنساش بقى تدعمنا باللايك وتعليق. وتشترك في قناتنا كده وبتشاهدنا الاول مرة. وتفعل زر الجرس وتختار الكل عشان يوصلك تنبيهات بفيديوهات الفترة القادمة. اللي هتبقى ان شاء الله في غاية الاهمية. كمال ما تنساش تعمل لنا شير كده لقناتنا قناة انجليز اولاين على الصفحات التعليمية وتوصلها لزمائلك. واشوفكم دايما على خير وربنا يوفاكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.